أعلنت دفاعات الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية نحو موقع الجيش غرب مدينة مأرب وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط مفخخة حوثية في جبهة المشجح غرب مأرب أضاف أن المعارك العنيفة تشهدها الجبهة تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة وهذه ثالث طائرة مفخخة حوثية تسقطها دفاعات الجيش بالجبهة خلال يومين ضمن خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات على مستوى العتاد العسكري في مأرب خلال الأيام الماضية بنيران قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي